اشتركوا في القناة لقاح ليصل الى الكيس الجانيني حيث يتواجد المشيج الانثوي في هذه الحصة الرابعة ان شاء الله سنتطرق الى الاخصاب يعني التقاء المشيج الذكري بالمشيج الانثوي وتكون البدرة اذا في هذه الحصة سنتطرق الى الاخصاب المضاعف وتكون البدرة اذا كما نلاحظ من خلال الوثقة اذا لدينا مدقة لان الاحداث الان ستجري على مستوى المدقة بعد وصول حبة لقاح التي تحتوي على المشيج الذكري بعد تحرير حبوب لقاح على ايثر مونج المئبر اذا حبة لقاح تنبت وتشكل امبوب لقاحي الذي يدخل داخل قلم ميسم او ينغرز داخل قلم ميسم في اتجاه طبيعة الحال البويضة التي تحتوي على المشيج الانثوي او البويضة غير الملقح اذا اثناء طبيعة الحال النمو انبوب لقاحي كما رأينا في السابق يتم انحلال النوات الانباتية ومضاعفة الخلية التوالدية التي تعطي حييين مئباريين الان من خلال الوطيقة التانية سوف نلاحظ مصير الحييين المئباريين اذا كما نشاهد في الشكل الموالي ان احد الحييين المئباريين يلتحم بالبيضة غير الملقحة ومن طبيعة الحال سيعطينا بيضة وبما ان الحيي المئباري احدى السيغة السبغية والبيضة غير ملقحة كذلك احدى السيغة السبغية فمنطقيا سنحصل على بيضة ثنائية السيغة السبغية بالنسبة للحيي المئباري الثاني فانه سيلتحم مع نواتى الخلية المركزية وكما قلنا الحيي المئباري فهو احدى السيغة السبغية وبما ان لدينا هنا نواتين اذا في المجموع بعد التحام نواتى الحيي المئباري بنواتى الخلية المركزية سنحصل على بيضة ولكنها ثلاثية السيغة السبغية اذا هنا ظاهرة خاصة عند نباتات كاسية البودور وهي ان الاخصار ثنائية السيغة السبغية وهي ناتجة عن التحام المشيج الدكري مع المشيج الانتوي وبيضة ثانوية ونسميها كذلك بيضة السويدة ثلاثية السيغة السبغية سوف نحاول فيما بعد نطابل الحال سؤال الذي يطرح نفسه هو مئال البيضة الرئيسية والبيضة الثانوية هذا ما سنحاول ان نتعرف عليه من خلال المراحل اللاحق اذا قبل ذلك لا بد من التذكير او التلخيص ما رأينا ان عندما يصل انبوب اللقاح الى الكيس الجنيني فانه يفرغ محتوى بداخله فيلتحم احد المشيجين الذكريين مع البيضة غير الملقحة ليعطي بيضة رئيسية تسمى بيضة الجنين وسوف نعرف فيما بعد لماذا تسميه بيضة الجنين او البيضة الرئيسية بينما يلتحم المشيج الذكري الثاني يعني الحويل المئباري الثاني بنواتي الكيس الجنيني ليعطي بيضة ثانوية تسمى بيضة سويدة ثلاثة والتي تتوفر او توفر لجنين المدخرات الغذائية اذا هنا البيضة السويدة نسمى كذلك البيضة الثانوية اذا من هنا فالاخصاب عند كاسية البذور فهو اخصاب مضاعف اذا اخصاب يميز كما قلت كاسية البذور ويدخل فيه حويان مئباريان ويتدخل فيه حويان مئباريان لاخصاب البيضة غير منقحة والخلية المركزية داخل الكيس الجنين اذا كما قلت قبل هذه الخلاصة يعني يجب علينا ان نتتبع مقال البيضة الرئيسية والبيضة الثانوية ومن خلال هذا الرسم سوف نتعرف على ذلك اذا هنا كما تلاحظون سنبدأ القراءة للوثقة من اليمين نحو اليسر دائما يجب توجيه الوثقة لقراءة جيدة للوثقة اذا هنا في الشكل الاول لدينا بويضة على اتر بعد عملية الاخصاب المضاعف اذا من هنا نلاحظ ان البيضة الرئيسية خضعت لي مجموعة من اقسامات فاعطتنا جنين اذا من هنا جاءت ميضة البيضة الجنينية لانها البيضة الرئيسية هي التي تعطي جنين بينما البيضة الثانوية فتخضع لي مجموعة من قسامات الخلوية يعني التكاثر الخلوي على اتخذ عن قسام غير مباشر وتعطينا نسيج من الخلايا يكون لنا ما يسمى بالسويداء وهو نسيج غني بالمدخرات اللازمة لنمو الجنين اذا هذا العناصر القديم بالحال نلاحظ على مستوى دي الشكل كيف ان الجنين ينمو ونحصل على مجموعة من البنيات التي تشكل الجنين ونميز البرعم النهائي ثم الفلقتين ثم الصويق ثم الجذير بالحال يتم فيها الصغير دي المصطلحات بحيث ان الصويق يعني الصغير دي الساق ثم الجذير يعني وفي اخر المطاف نلاحظ بان هذه العناصر هي العناصر التي تكوي لنا الجنين الذي سيعطي كما نرى نبتة جديدة اذا بنسبة لهذه الجنين فهو كما نلاحظ محاط بسويداء ونعم محاط بسويداء اذا الخلايا الممثلة باللون الاسفر اذا بعد ذلك استمر نمو الجنين فاذا كان مثلا اذا توقف نمو البيضة عند هذه الحد يعني ان الجنين ينمو ولكن ينمو كذلك تنمو كذلك سويداء فسنحصل في هذه الحالة على بيضة ذات سويداء يعني اذا 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 تكاترت خلايا طبية الحال البيضة الثانوية وعطت سويداء واستقرت سويداء على مستوى البيضاء فسنحصل على بضرة لان المدى لان البويضاء تتحول الى ستعطينا بضرة ونتكلم عن بضرة ذات سويداء في حالة ثانية يتم تلاشي يعني يعني ان هنا نلاحظ بان المدخرات عوضة ان تبقى على مستوى السويداء ستجتمع او ستتراكم اذا شئنا على مستوى الفلقتين او الفلقة حسب النوع النباتات اذا ونحصل في هذه الحالة على بضرة بدون سويداء اذا حسب التطور البيضاء يمكن ان نحصل على بضور ذات سويداء اذا كانت المدخرات ستتراكم على مستوى السويداء اما اذا تراكمت البضور على مستوى الفلقتين كما لاحظنا هنا اذا فهنا يتم تلاشي تلاشي السويداء وتتراكم المدخرات على مستوى الفلقتين او الفلقة حسب النوع البضور او حسب النوع النباتات ونحصل على بضور بدون سويداء اذا اما احادية الفلقة اذا كان الجنين يتكون على الفلقة واحدة او بفلقتين وبالتالي فالخططة كما تلاحظون فتعطينا مراحل تكون البضرة اذا البضرة فهي تتكون انطلاقا من تطور البنيات التي تشكل البويداء اذا هنا تبقى النم طبيعة الحال السؤال اللي يطرح نفسه هو معرفة مآل هذا البضور بعد النضج دياله وتحرير دياله اذا كخلاصة تبدأ البيضة الثانوية في الانقسام عن طريق مجموعة من انقسامات غير مباشرة لتعطي كتلة خلوية مليئة بالمدخرات الغذائية اللازمة لتطور الجنين بعد انبات البضرة يعني انه سيتم استغلال هذه المدخرات اثناء انبات البضرة كما سنرى لاحقا تخضع بيضة الجنين يعني البيضة الرئيسية الى عدة انقسامات غير مباشرة لتعطي جنين ذو فلقة او فلقتين وهذا الشراء تم التطرق اليه اذا حسب هذا المعطاة سيفيدنا اساسا في عملية تصنيف النباتات في الدرس الاخير من هذه السلسلة من الدروس اذا تحتوي بعض البضور على سويدة دات حجم كبير ونسميها ببضور دات سويدة بينما هناك بضور يدخل جنين وكل مخزون سويدة داخل الفلقتين وتسمى بضور بدون سويدة عام الفرنسية بضور بدون سويدة اقزال بمينة او بسويدة يعني البمينة تتعرض البضرة للتجفيف في اخر مراحل تشكلها ويدخل الجنين في حياة بطئة هذا ليضمن بقاء البضرة ومقاومتها للظروف الغير الملائمة الى ان وصول الظروف الملائمة اذا تحمي قشرة البضرة الجنين مع المدخرات من الظروف الطبيعية القاسية الى حين توفر الظروف الملائمة لانبات البضرة وهذا ما يتطلبون منه من طبيع الحال معرفة مراحل انبات البضرة والشروط اللازمة لانبات البضرة من طبيع الحال بالنسبة للتغييرات التي تحدث على مستوى المدقة يعني لا تهم فقط البويضة ولكن المدقة برمتها فمن خلال هذا المثال من خلال الوثقة هذه نلاحظ ان بعد الاخصاب سوف نحاول ان نتعرف على مصير المدقة بعد عملية الاخصاب بالصح الاخصاب المضاعف فنلاحظ بان البويضة كما نرى في الوثقة ستعطينا بذرة وهذا تمت الاشارة اليه سابقا في حين نلاحظ ان المبيض ان المبيض يتحول الى ثمرة وبهذا الشكل يمكن ان نقول او يمكن ان نخلص الى ان بعد عملية الاخصاب المضاعف تتحول البويضة الى الى بذرة في حين مدقة او جزء من المدقة حسب الحالات يتحول الى ثمرة فهذا المثال نلاحظ ان المبيض يتحول الى ثمرة لكن بعض الاحيان بعض الاعضاء ديال الزهرة تساهم في تشكل البدرة ولكن من اجل التبسيط فيمكن ان نقول ان المبيض يتحول الى ثمرة بداخله بذور وبهذا الشكل عندما نصادف ثمار فنعلم الان مصدر الثمرة ثم مصدر البذور التي توجد داخل الثمرة اذا بعد الابر يتحول المبيض الى ثمرة والبويضات الى بذور وتدمر الاجزاء الزهرية الاخرى في حالة عدم حذوث الابر لا تتشكل ثمرة وثذب الزهرة وتموت اذا هنا خلاصة على شكل خططة نلخص فيها ما رأيناه منذ او خلال الدروس السابقة اذا هنا لدينا خلية ام ثنائية صغة عفوا خلية ام ثنائية صغة الصبغية لحبوب اللقاح داخل كيس لقاحي للمئبر اذا هنا نحن على مستوى العضو التولدي الذكري اذا هذه الخلية الام تخضع لانقسام اختزاري الذي يشمل انقسامين متتالي انقسام منصف وانقسام تعادلي فيعطينا اربع بويغات احدية صغة الصبغية كل بويغ منطبع الحال يخضع لانقسام غير مباشر ويعطينا خليتين منطبع الحال تتنظم لكي تعطينا حبة لقاح تتكون من خلية انباتية وخلية تولدية طبع الحال الوظيفة لدى الخليتين ليست اعتباطية بحيث ان كل خلية عند وظيفة بحيث ان الخلية الانباتية ستساهم في تشكل ام بلقاح اذا الخلية الانباتية لوظيفة نقل الخلية التولدية والمساهمة في نقل كذلك يعني نقل الخلية او المشيج الذكري عفوا اذا الخلية الانباتية لوظيفة نقل المشيج الذكري من مئبر السودات الى المدقة وكذلك في ايصال الامشيج الذكري الى الكيس الجنيني حيث يتواجد المشيج الانثوي اذا الخلية التولدية ستعطينا حيية مئبرية طبع الحال سوف نرى بعد التطرق الى الجهاز التولدية الذكري سنتطرق الى دورهما اذا هنا لدينا على مستوى الجهاز التولدية الانثوي يعني على مستوى المدقة لدينا خلية ام ثورية صيغة صيغية للكيس الجنيني داخل الجويزة طبع الحال داخل البويضة غير ناضجة ستخضع كذلك على غير ما رأينا عندها بالنسبة للخلية الام محبة لقاح ستخضع لانقسام اختزاري وسنحصل على اربع خلايا بها احادية الصيغة الصيغة الصيغية تضمر ثلاثة منها وتبقى واحدة التي تشكل لنا البوغ الكبير احادي الصيغة الصيغية هذا البوغ الكبير سيخضع لثلاث انقسامات غير مباشرة وسيعطينا مجموعة من الخلايا التي تتنظم وتشكل لنا ما يسمى بالكيس الجنيني وهذا الكيس الجنيني بطبيعة الحال يتوفر على بويضة غير ملقحة التي تشكل لنا المشيج الانثوي وخلية مركزية بنواتين ثم خلية ثلاث خلايا معاكسة ما يهمونا على مستوى الكيس الجنيني سنركز فقط على الخلايا التي تهمونا فيما بعد ويتعلق الامر بويضة غير ملقحة ثم الخلية المركزية بنواتين إذن البيضة غير ملقحة ستلتقي بالحيي المئباري على إثر عملية الإخصاب وستعطينا بيضة رئيسية وفي الحال نسمى كذلك بيضة جنين التي ستتحول كما رأينا وتعطينا جنين فنرى فيما بعد أن هذا الجنين هو الذي ينمو على مستوى البدرة ليعطينا نبتة جديدة في حين الحيي المئباري الثاني سيلتقي بنواتي الخلية المركزية ويعطينا بيضة تابعة ثلاثية الصيغة الصبغية وتسمى بيضة سويدة لماذا؟ لأن كما رأينا خضوعة لانقسامات غير مباشرة وتعطينا جمعة من الخلية التي تقوم بتخزين المدخرات وبالتالي فيتسمى بيضة سويدة وبهذا نتكلم عن فهوم أساسي وهو الإخصاب المضاعف إذن هنا حاولنا أن نبرز ظاهرة الإخصاب المضاعف وهي ظاهرة كما قلت خاصة بنبتات كاسية البدر هذه البنية كلها تكون لنا ما يسمى البدرة التي تشكل من جنين وسويدة بالإضافة إلى الغشاء الذي يحمي هذه البنيات لازمة لإعطاء نبتة جديدة إذن كما قلت سابقا بأن البدرة يجب ودم عروف بأن الزراعة للبذور تعطينا نبتة جديدة إذن لنفهم كيف تتحول البدرة أو تعطي البدرة تعطي بعد غرس البذور كيف تعطينا نبتة جديدة سنقوم بإنجاز مقطع طولي على مستوى البدرة إذن هنا الصورة بعد إنجاز مقطع طولي نلاحظ عند بدرة الفاصولية إذن نلاحظ على مستوى الصورة لأن الصورة حقيقية لبدرة خضعت لمقطع طولي سننطلق منها بعد ذلك ننطلق إلى الرسم التخطيطي إذن نلاحظ بأن البدرة تتكون من فلقتين يعني محاطتين بغشاء خارجي واقي وداخل الفلقتين ما يثير انتباهنا هو وجود واحد البنية إذن هذه البنية تتكون من عناصر التي تبدو جيدا هنا لأنها في الصورة غير واضحة إذن هنا يمكن أن نستعين بالرسم التخطيطي لمقطع بدرة الفاصولية إذن نلاحظ وريقتين يعني أوراق يعني بنية لها الشكل الأوراق إذن ونسميها بالوريقتين لأنها تمت صغير لأنها بنية صغيرة هذا يسمينا بالوريقتين هنا بنية تسمى بالجدير التي ستعطي لاحقا الجدر إذن تمت صغير المصطلح ونتكلم عن جدير وهنا السويق الذي سينمو ويعطينا الساق هذه البنية الأربع هي التي تتكون لنا ما يسمى بالجنين إذن يجب أن نعلم الآن أن داخل البدرة ومطبيعة الحال هذا النشاط فهو سهل أي واحد يمكن مثلا يقوم به إنجاز مقطع على مستوى بوضور وسيلاحظ أن داخل البدرة توجد نبيت صغيرة أو جنين وهالجنين طبيعة الحال كما سنرى في المد هو الذي سيعطينا نبتة جديدة إذن طبيعة الحال كي تتحول البدرة أو تعطي البدرة نبتة جديدة لا بد من توفر شروط إنبات البدرة إذن نحاول أن نحاول أن نظهر مثلا بعض شروط إنبات البدرة إذن كما نلاحظ هنا لدينا أمبوب إذن حيث لا يتوفر على مستوى هذا الأمبوب هوا إذن يعني مني تقول بدون هوا يعني بدون أكسجين ثم لدينا قط مبلة يعني توفر للرطوبة وبذور أو تمام طبيعة الحال إقفال الأمبوب بواسطة غطاء لمنع طبيعة الحال دخول الأكسجين إذن نلاحظ في هذه التجربة بأن البذور لم تنبت إذن نمر الآن للتجربة الثانية هنا غيرنا طبيعة الحال قمنا بإضافة الهواء كيمية قليلة من الهواء من تنقل الهواء يعني الأكسجين عندما يتوفر الواسط على الأكسجين بكمية قليلة فلاحظنا أنه ثمت عملية الإنبات ولكن لم تعطي نبت بقامة كبيرة يعني أنه النمو كان ضعيفا إذن من هنا يمكن أن نستنتج بأن الأكسجين فهو ضروري لعملية لعملية الإنبات وما يؤكد هذا أننا عندما قمنا بإضافة الهواء بكمية كبيرة يعني من يتنقل هواء يعني الأكسجين فلاحظنا بأن البذور أعطت نبات يعني نمى بشكل جيد إذن هذا يؤكد بأن الأكسجين ضروري أو ضروري لعملية الإنبات إذن من خلال الجدول نلاحظ أو نحاول من خلال الجدول أن نحدد ظروف أخرى لعملية الإنبات إذن هنا ظروف الوسط الزرع إذن نشتغل على عاملين إذن درجة الحرارة ثم حالة القطن عندما نقول حالة القطن يعني واش قطن مبلل أو هو جف أم هو جف نعم في التجربة الأولى عندما نشتغل في ظروف تجربية أو وسط زرع تم وضعه في حرارة 20 درجة سيوسيوس والقطن مبلل يعني توفر ما فنتجة نلاحظ بأنه قد تم إنبات البذور في التجربة الثانية نلاحظ هنا تم تغيير فقط الرطوبة تم الاحتفاظ على نفس درجة الحرارة ولكن قمنا بتغيير عامل واحد لهو الرطوبة بحيث تم وضع البذور في وسط زرع جاف لا يتوفر خالي من الماء في هذه الحالة نلاحظ على مستوى النتيجة عدم إنبات البذور ومن هنا يمكن أن نستنتج بأن الرطوبة يعني الماء ضروري لعملية إنبات البذور لا يمكن أن تتم عملية إنبات البذور في غيام الماء بالنسبة للتجربة الثالثة فهنا حاولنا أن نغير في هذه التجربة مقارنة مع التجربة الأولى التي تم التجربة الشاهدة التي حدث في إنبات البذور قمنا بتغيير عامل الحرارة تم الاحتفاظ على الرطوبة الوسط ولكن قمنا بتغيير درجة الحرارة بحيث أنه تم وضع وسط الزرع في وسط يحتوي على 6 دقري سلسوس عوض 20 دقري سلسوس في هذه الحالة نلاحظ كما تشاهدون عدم إنبات البذور إذن عندما نقارن هذا النتائج جربة الأولى مع الثالثة ونقارن الظروف لأنه يجب أن نفسر نتائج لتفسير نتائج لا بد من الرجوع إلى الظروف أو الظروف وسط الزرع إذن نلاحظ أن العامل الذي يختلف هو درجة الحرارة إذن العامل الذي أدى إلى عدم إنبات البذور وهو درجة الحرارة أي بأن الإنبات البذور يتطلب درجة حرارة ملائمة في هذه الحالة بنسبة للبذور وعشرين درجة سلسوس وكخلاصة يمكن أن نستنتج من خلال هذا النشاط هذا الظروف اللازمة لعملية الإنبات كما رأينا في البداية لا بد من توفر الأكسجين ثم لا بد من توفر الرطوبة عن الماء ثم لا بد من توفر درجة حرارة ملائمة وسوف نحاول أن نرى الأهمية لهذه العناصير في عملية إنبات البذور وكخلاصة يمكن أن نقول أن عملية الإنبات تتطلب ظروفا ملائمة أو ظروف خاصة وسنحددها نحو الآتي إذن لا بد من وجود الماء إذن سنحدد الضور ديال الماء يسمح بتبليل أغلفة البذرة الهدف نعمل يدي التبليل ديال الأغلفة البذرة لكي تصبح مرنة وبالتالي ستسمح بتمزيق الأغلفة وبروز الجدير كما من طبيعة الحال تسمح بتبادلات الغازية بحيث يتم دخول الأكسجين وخروج السي وضو الآن بالنسبة للحرارة الحرارة فهي أساسية وهذا معروف أن تلعب دور في استعادة نشاط البذرة بحيث أن الحرارة تؤثر على الأنظيمات الأساسية للحصول على الطاقة اللازمة لعملية الإنبات أما بالنسبة للأكسجين ولو علاقة بالنشاط بالمدخرات كما سنرى بالنسبة للأكسجين فيمكن من أكسدة أو تفكيك المدخرات العضوية المركبة أو المعقدة لإنتاج الطاقة الضرورية لنمو الجنين وبالتالي إنباته إذن من خلال ما سابق الآن بعدما التطرق إلى الظروف اللازمة لعملية الإنبات سوف نبحث أو نقوم بدراسة المظاهر الفيزيولوجية لإنبات البذرة إذن لهذا الغرض نقدم لكم هذه الوثيقة هي عبارة عن مجموعة من التجارب إذن سنتطرق في البداية إلى طبيعة الحال بالنسبة لهذا التجارب سوف نحاول أن نخضع مكونات البذرة من خصوص الفلقتين عند نبات اللوبيا إلى اختبار ماء اليوضي ثم اختبار محلول فيهلين كما تعلمون وهذا قد تم التطرق إليه في التعليم الإعدادي بأن اختبار الماء اليوضي فهو يمكنه من الكشف عن النشا بحيث أن عند إضافة الماء اليوضي فإذا حصلنا على لون أزرق داكين فهو يدل على وجود النشا بالنسبة للاختبار فالحصول على راسب أحمر أجوري يدل على وجود سكر مختزل يعني كالغليكوز أو المالتوس إذن عند إخضاع البذور أو إنجاز هالتجارب في فترات زمنية متتالية فإخضاع مكونات البذرة لاختبار ماء اليوضي نلاحظ الحصول على تلون أزرق جدا مما يدل على كمية كبيرة من النشا يعني أن المدخرات البذرة فهي غنية بالنشا دائما في الساعة الأولى عند إنجاز المكونات البذرة لاختبار خصوص مكونات الفلقاتين لاختبار محلول في غلينك فنلاحظ غياب راسب أحمر مما يدل على أن الغليكوز هو منعدم على مستوى هذه المدخرات لكن مع مرور الوقت بعد مرور ساعتين نلاحظ أن اللون الأزرق أصبح نسبيا فاتحا مما يدل على أن كمية النشا قد انخفضت وبالتالي حصلنا على كمية متوسطة من النشا على العكس من ذلك نلاحظ بداية ظهور راسب أحمر عجوري فاتح نسبيا مما يدل على بداية ظهور سكر مختزل ويتعلق الأمر بسكر الغليكوز في الساعة الثالثة نلاحظ أن اللون الأزرق أصبح جد جد فاتح مما يدل على اختفاء النشا في حين الراسب أحمر بعد إنجاز اختبار محلول في نشا فقد أصبح قاتم إذا شئنا مما يدل على أن كمية الغليكوز أصبحت وافرة إذن ما يمكن أن نستنتج من هنا أن مع مرور الزمن مع مرور الوقت خلال عملية الإنبات فكمية النشا كانت في البداية في الساعة الأولى مرتفعة ومع مرور الزمن نلاحظ بأن كمية النشا تبدأ في الإنخفاض على عكس من ذلك فكمية الغليكوز في الساعة الأولى كانت جد منخفضة وبدأت في الارتفاع إذن هناك تطور متعاكس لكمية النشا وكمية الغليكوز لا يمكن تفسير هذا التغير إلا بكون الغليكوز ينتجه عن بما أنه سكر بسيط والنشا سكر مركب لا يمكن تفسير هذه المعطيات إلا بكون الغليكوز ينتجه عن تحلل أو هدم النشا بحيث يتحول من سكر مركب إلى سكر بسيط اللي هو الغليكوز وسوف نرى أهمية هذه العملية بالنسبة لعملية الإنبات إذن خلال عملية إنبات البضور نسجل ما يلي انخفاض تدريجي للنشا وهو سكر معقد وظهور تدريجي للغليكوز وهو سكر بسيط ويحدث ذلك وفق التفاعل الكيميائي إذن هنا جزئات النشا فهي قد تكون من عدة جزئات غليكوز مرتبطة في مبناء ولهذا نشير إليها بأن إذن عدنا النشا يتكون من أن جزئات غليكوز عدد كبير النشا يخضع لعملية الحلماء اليدروليزة بواسطة الماء وهذا نتكلم عن الحلماء إذن يلزمنا N جزئات H2O وهذا يؤدي بالحال إلى الحصول على N جزئات غليكوز C6H2O إذن كما قلنا أو حاولنا نبرهنه من خلال المعطاية التجريبية السابقة على أن النشا يتم هدمه أو نعم يتم هدمه أو حل ما أتهه بواسط الماء للحصول على الجليكوز السؤال التي بقى متروح ما هو دور هذا الجليكوز لماذا يتحاول النشا سكر معقد إلى سكر بسيط إذن نطبع حل الجليكوز لفهم هذا سنلاحظ المعادلة هذه نلاحظ أن الجليكوز وهنا يظهر أهمية الأكسجين التي ترقناها لسابقين سيخضع لعملية الأكسادة بواسطة الأكسجين ومن هنا يستوجب حضر الأكسجين في عملية إنباد هذه الأكسادة ستؤدي إلى هدم الجليكوز ونحصل على CO2 وهذا الهدم أو الأكسادة ستكون مصاحبة بتحرير الطاقة هذا الطاقة طبعا الحال هي لازمة لعملية النمو النبتة بعد إنبات البدرة إذن مراحل الإنبات إذن بعدما تم التطرق إلى الظروف الأساسية والأحداث التي تحدث خلال عملية الإنبات سوف نتطرق إلى مراحل إنبات البدرة إذن كما تشاهدوننا بخلال الوثيقة التي نقدم بين أيديكم طبعا الحال قبل ذلك لا بد من تحديد منح القراءة إذن بالنسبة للوثيقة يعني يبدو بديهيا أنها تبدأ من قراءة الوثيقة تبدأ من اليمين نحو اليسار إذن في اليمين لدينا بذرة في بداية الإنبات وفي أقصى اليسار لدينا نبتة بعد عملية الإنبات إذن المرحلة الأولى كما تشاهدون وهي بزوغ أو ظهور الجدير وهذا أساسي لماذا؟ لأن الجدير هو الذي سيتكلف بتزويد الجنين بالماء والأملاح المعدينية إذن أول مرحلة في عملية الإنبات هو هي بزوغ أو ظهور الجدير بعد ذلك تظهر الفلقتين والوريق أو الوريقات الأولى الوريقات الأولى مع زيادة في نمو الجدر الرئيسي وظهور جدر ثانوية إذن بعد ذلك يبدأ السويق في النمو والفلقتين من طبيعة الحال ستتلاشى ستتلاشى لماذا؟ لأنه سيتم استعمال المدخرات الموجودة في الفلقتين للنمو الأولي للنبتة بعد من طبيعة الحال تشكل الأوراق الأولى كما نلاحظ هنا ظهور يخطر النبتة ستقوم أو ستبدأ بعملية التركيب الضوئي إذن ستستغني عن المحتوى الفلقتين لمنطقيا وقد تم استنفاذ هذه المدخرات داخل الفلقتين إذن تتجلى مراحل الإنبات في مياني أول شيء تمزق القشرة عفوا وظهور الجذير مع بداية استطالته إذن أول عنصر كي تم البزوغ دينه وهو الجذير والذي يعطي جدر ظهور السويق واستطالته مع ظهور الوريقات الأولى انطلاقا من الفلقتين والسويق سيشكلنا الساق في مبان ظهور الجذيرات الثانوية وذبول الفلقتين ثم نمو النبتة بنمو الجذور والساق والأوراق خطط عامة لنلخص ما رأيناه خلال هذه الحصة فخلية أم على مستوى المئبر تخضع لانقسام اختزال زي انقسام غير مباشر وتعطينا حبو اللقاح خلية أم على مستوى الجويزة ستخضع لانقسام اختزالي وانقسام غير مباشرة وتعطينا الكيس الجنيني إذن الحبو الحبوب اللقاح والكيس الجنيني هما البنية التي تحتوي على الأمشاج إذن سيتم انتقال المشيش الذكري الذي يوجد على مستوى حبة اللقاح بفضل عملية الأبر انتقال حبوب اللقاح إلى ميسم المدقة بفضل عملية الأبر ثم بعد ذلك يتم إنبات حبوب اللقاح تفريغ إذا شئنا الحيين المئباريين داخل الكيس الجنيني حدود إخصاب مضاعف الإخصاب مضاعف يؤدي إلى تشكل البضرة بجنين وسويداء حسب النوع البضور بعد ذلك البضرة تدخل في حياة بطئة ثم يأتي بعد ذلك عملية انتشار البضرة والهدف طبيعا كما قلنا السابق لأن الهدف من عملية التولد هو يعني تعمير الأوساط المختلفة والانتشار في الأوساط البيئية إذن بعد عملية الانتشار سيتم إنبات البضرة التي ستعطينا نبتة جديدة وبهذا نقول لكم السلام عليكم إلى الحصة المولية إن شاء الله